صباح الخير والسلام بكم مشاهدين الكرام توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الجاري بعدما اختتمت الأسبوع الماضي على تراجع بحوالي 2% لكنها ربحت على أساس أسبوع 8% وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بالطلب وبأداء الاقتصاد العالمي في ظل الإصابات المتسارعة في الموجة الثانية والحادة من فيروس كورونا وتدميرها أيضا الواسع للطلب مع دخول أغلب اقتصادات العالم وبخاصة في أوروبا مرحلة الغلاق التام والشامل يأتي ذلك بعد تحذير البنوك المركزية من أن اللقاح لن يكون كافيا لوضع حد للتحديات الاقتصادية التي أوجدها الوباء حيث استمر في إعاقة الاستهلاك في بعض الأجزاء وأتوقع إلى أن تقارير دولية أخرى أشارت ورجحت أن يحتاج الطلب إلى ثلاثة أشهر على الأقل تقدير حتى يتعافى من تأثير الوباء بشرط نجاحه عن إنتاج اللقاح تجاريا ونشره على نطاق واسع اللجنة الوزارية لمراقب تخفض الإنتاج في تحالف وبوك بلس يعني تجتمع غدا لإعادة تقييم وضع السوق في ظل هذه التطورات السلبية والإعداد للاجتماع الوزاري الموسع لدول المجموعة في نهاية الشهر الجاري لتحديد مستوى التخفيضات الإنتاجية الملائمة مع بداية العام الجديد وذلك في ظهر احتمالات قوية بالإبقاء على مستوى الخفض الحالي البالغ 7 ملايين و700 ألف برميل أيضا كذلك من وهي أنه قراراته بك المرتقبة صعبة وخاصة المجموعة يعني حريصة على الإجماع والتوافق في كل قراراتها السابقة الأسواق يعني الأسبوع الماضي جذبت سنديق الأسهم العالمية تدفقات نقدية قياسية في أسبوع مزدحم تضمن فوز جو بايدن برئاس الأمريكية والنتائج الواعدة للقاح كورونا بنكو في أمريكا أشهد أن سنديق الأسهم يعني شهدت تدفقات نقدية داخلية بأكثر من 44 مليار و 500 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي أيضا يعني بورسة والستريت قادة تدفقات الداخل لسنديق الأسهم العالمية بأكثر من 32 مليار ونصف المليار دولار ولكن أيضا الأسبوع الجاري يشهد إعلان مجموعة من البيانات الاقتصادية في العديد من دول العالم على رأسها الأداء الاقتصادي ومبيعات التجزئة والميزان التجاري في دول الاتحاد الأوروبية لا ننسى أيضا أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في أكثر من مناسبة خلال هذا الأسبوع يشارك أيضا محافظة بنك إنجلترا في ندوة عبر الأنترنت لشرح السياسة النقدية خلال الفترة القادمة بالنسبة للبنوك المركزية في ظل آلية التعامل مع وباء كورونا بعد اللقاح المرتقى وبالتالي كيف رح تتعامل بنوك المركزية أدوات الدين كل هذه المعطيات ستسعرها الأسواق خلال الفترة القادمة السوق الأسوم السعودي لم يكن بمعزة عن تحركات الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية كان على أداء إيجابي في أولى جلسات الأسبوع وأغلق بمكاسب أكثر من 67 نقطة عند مستوية 8500 نقطة السوق في جلسة استطاع أنه يستعيد مستوية 8500 نقطة واللي فقدها خلال الفترة الماضية ولكن لا ننسى أنه إذا ما أخذنا أنه ما زال السوق في نطاق تذبدو بجلسة الثلاثاء الماضي بالتالي لم يخرج عن هذا النطاق كثيرا في ظل حالة عدم اليقين تجاه ربحية الشركات خلال الفترة القادمة والإعلانات المتوقعة والمرتقبة بالنسبة عن النتائج المالية للفترة الحالية لتسعر إلى أشهر وأيضا للربع ثالث من العام الحالي إذا ما أخذنا في الاعتبار كانت تحسن هناك واضح بالنسبة عن المستويات السيولة منذ الأسبوع الماضي بالتالي هذا يعطينا على قوة الشهية المخاطرة والدخول في ظل هذه المستويات الحالية بالنسبة للسوق أمس كان لدينا تحسن واضح بأكثر من 34% على مستويات السيولة وصلت إلى ما يقرب إلى 14 مليار و800 مليون ريال بعدنا أيضا سجلنا لأسبوع الماضي مستويات السيولة كانت بأكثر من 17 مليار ريال لننسى أيضا كذلك الترقب واضح بالنسبة عن نتائج الشركات في ظل الصعود الإيجابي الآن لنشهده على بعض الأسهم ولكن إذا ما أخذنا في الاعتبار أن تركز السيولة في الشركات الصغيرة والمتوسطة أمس كان لدينا استحواض واضح بالنسبة في شركة سهم الأسماك بأكثر من مليار و300 مليون ريال أيضا بنسبة تهامة لإعلان والتي استحوذت على ما يقرب إلى 700 مليون ريال بالتالي النزع المضاربية عادت للسوق وحمل المضاربات عادت من جديد في ظل اهتمام المستثمرين بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ربما الفترة الماضية لم تستجيب مع المعطيات السوق والتي حقق في السوق عن المستويات الأعلى لما شدناها عن الفترة الماضية لكن مستويات 864 نقطة هي المستويات الأعلى لسوق الأسهم الحالي منذ بداية العام مستويات مقاومة مهمة بالنسبة للسوق شهدنا التذبذبات قوية حول هذه المستويات ولكن تجاوز هذه المستويات قد يدفع لسوق إلى المستويات أعلى ونشاهدها خلال الفترة القادمة خاصة لسوق يعني واجه مضاربات قوية حول هذه المستويات وتراجع السوق بدون هذه المستويات إذا المسؤة الكرام تركب لي لهم فتح السوق الأسective من سعودي النقطة الماءوية 13 نقطة 8500 و13 نقطة مكاسب السوق في ثانية تداولات هذا الأسبوع أعود لديكم مسجد الكرام بعد ساعة ونصف من الآل ومتابعة آخر أرقام سوق الأسهم السعودي وتفصيل أكثر في نتائج الشركات أمل أن عودة إلى الزملاء واستكمال برنامج اليوم إليكم أصر عبدالله شكرا لكم جزيلا أعطيك رافية سلاما